أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع إلى قيام اليابان بالبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك على همش مشاركة مدبولي في فعليات قمة تيكات ثمانية وأشار مدبولي إلى أن قطاع الخاص الياباني يمكنه دخل مزيد من الاستثمارات في مصر مؤكدا تقدير مصر للدعم المقدم من الجانب الياباني في العديد من المشروعات التنموية المهمة وعلى رأسها المتحف المصري كبير ومن جانبه أشار كيشيدا إلى وجود العديد من النماذج الناجحة للشركات اليابانية في مصر مؤكدا أن توكيو ستواصل تشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في مصر